لا تتوقف المعارك في تعز لكنها تأخذ استراتيجية حرب الجولات فما تلبث ان تهدأ حتى تعاود الاشتعال من جديد وعلى ما يبدو فقد اخذت المحافظة على حرب الكر والفر التي يسعى كل طرف من خلالها الى استنزاف الاخر هنا في الكدحة تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير تبة الخزان التي كانت متنازعة السيطرة خلال الاشهر الماضية وبحسب مصادر عسكرية فان السيطرة جاءت اثر هجوم شنه افراد من اللوائين الخامس والثلاثين مدرع والسابع عشر مشاه اسفر عن مقتل خمسة من عناصر الميليشيا بينهم القائد الميداني سليم الفيشي المكنى بابو علي وجرح عشرة اخرين المصادر ذاتها قالت ان السيطرة جاءت اثر وصول تعزيزات كبيرة لقوات الجيش الوطني تمهيدا للدخول في معركة كبيرة تستهدف تحرير المواقع المجاورة للكدحة وصولا الى قطع الخط الرئيس الذي يربط تعز بالمخا والحديدة على الناحية الاخرى وتحديدا في القبيطة الوضع لا يختلف كثيرا فالقصف المتبادل هو الحاضر الابرز غير ان سير المعارك بهذه الطريقة يكشف عن مدى التقارب بين مواقع سيطرة الميليشيا والجيش الوطني والاحتفال باصابة الهدف يؤكد ذلك